أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون أن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيعوا الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحنكون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرفوا عنهم إنهم رجس ومخباهم جهنم جزاً بما كانوا يكسبون يحنفون لكم لذا رضوا عنهم فإن ذروا عنهم فإن الله لا يرغى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنسن الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربس بكم الدمائر عليهم دائرة السوم والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله من يوم آخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله قربات عند الله وصلبات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخنهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جناد تجري تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم وبهم منح لكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون عنرفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا أسس الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقا تطهرهم ودذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقمن الدوبة عن عباده ويأخر الصدقات ويأخر الصدقات ما أن الله هو الدواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا نذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين بين المؤمنين من يصادت لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهر إنهم لكاذبون لا تقن فيه أبدا لمسجد أسس على التقفى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهرون والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقفى من الله ورذبان خير أم من أسس أم من أسس بنيانه على شفى جنف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الغارين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبدا في قلوبهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأبوالهم بأن لهم الجنة يقادلون في سبيل الله فيقدلون ويقدلون وعدا عليه حفا في الضورة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعه الذي ما يعتم به وذلك هو الفوز العظيم الآئبون العابرون الحامدون السائحون الراجعون السادلون الآمرون آمرون بالمعرف من آمون عالمون قرم الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين للمشركين ولو كانوا لقربهم بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم اليمين إلا عن موعدة وعدها أيام فلما تبين له أنه عدو لله ثبر أمم إن إبراهيم لأفواه الحليم وما كان الله ليظن قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتغون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويبين وما لكم من نور الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يسرق قلوب ما كان يسرق قلوب فريق منهم ثم داب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفون حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهم ثم داب عليهم ليتوبون إن الله هو الدواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ممنحوا لهم من الأعراب أن يدخلقوا أن يدخلقوا الرسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يشيبهم زمن ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله في سبيل الله ولا يدعون موض أن يغيذوا الكفار ولا ينالون من عدد من نيلا إلا قدب لهم إلا قدب لهم به عمل صالح إن الله لا يزيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفغدا صغيردا ولا كبيردا ولا يقدعون ماذيا إلا قدب لهم ليجذيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرق منهم قائفا ليتفقه في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَادِلُ الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ يَجِدُوا فِيكُمْ غِنْدًا وَاعْلَنُوا أَنَّ اللَّهَ مَعْلُ النَّقِينَ وإذا ما انزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فآم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومادوا وهم كافرون أَبَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّدًا أَوْ مَرَّدًا ثُمَّ لَا يَجُوبُونَ فَلَا هُمْ يَنْذَكَّمُونَ وإذا ما انزلت صورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدهم ثم انصرفون سرق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفطهون لقد جاءهم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عزيز عليهم عانيتهم حريص عليكم بالمؤمنين رغوث رحيم فَإِنْ دَمَا لَوْفَغَ الْحَسْنِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُمْ عَلَيْهِ دَوَى الْقَلْدُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِفْ لَا أَمْرًا إِلْقَى آيَا بِالْقِذَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْزِلِ الْنَّاسَ فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْمْ قَدْمَ سُجْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالِ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِلٌ مُّبِينٌ إن ربكم الله الذي خنق السماء بمن أرد في ستة أيام ثم استمى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إذانكم الله ربكم فعملون أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعب الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجذي الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات من القصد والذين كفروا لهم شغاب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يبقون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مناسل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خنق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن ضخلنا في الليل والنهار بما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم أن آياتنا غافلون أولئك مأماهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدي ربهم بإيمانهم تجري من دحقهم الأنهار في جناد النعيم دعباهم فيها سبحانك اللهم ودح يدهم فيها سلام وآخر دعواهما للحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير نقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في دغياله يعممون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائنا فلما كشفنا عنه ذره مرة أن لم يدعنا إلى ذره مستم كذلك ذين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القنون من قبلكم لما غلقوا فجاءتهم رسلهم من بينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آيادنا بينات قال الذين لا يرجون لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بد قل ما يقول لي أن أبدله من دلقاء نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْا إِلَيْا إِنِّي أَخَابْ إِنْ أَعْصِيدُ رَبِّي أَعْذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا دَلَدُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ فَلَا دَعْقِلُونَ فَمَنْ أَغْرَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَنَ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَابِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحِ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ ذُورِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أَوْلَاءِ شُبْعَاءُنَا عِنَّ اللَّهِ قُلْ لَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاءَ بِنَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَدَعَالَا عَمَّا يُشِرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِلَةً فَاخْتَنَفُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُذْ يَبَيْلَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَفْتَنِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلِيهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ مَا اِنْتَظِقُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ غَرَّا أَمَسَّدْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَابِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَامُ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا دَنْقُرُونَ هو الذي يسيركم في البر من بحر حتى إذا كنتم في الفل وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء أذهان جاء أذهان ريح عاصص وجاءهم الموت من كل مكان من كل مكان وظلوا أنهم حيط به دعم الله مطلصين له الدين لإذا أنجئنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلا أما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما مغيهم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعهم فننبئكم مما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلد به نباد الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها ذاها أمرنا ليلا أو نهارا أو نهارا فدعلناها حصيدا كأن لم ذغن بالأمس كذلك نفصل الآيات القوم يدفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادا ولا يرحق وجوههم قدر ولا ذنى أولئك صحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم دل ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قدعا من الليل مظلمان أولئك صحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا الذين أشركوا مكانهم أنهم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى من الله شهيدا بيننا وبينكم وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هلالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق فضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء بل أرض أم من ينبق السمع بل أبصار ومن يخرج الحي ومن يخرج الحي من الميد ومن يخرج الميد من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتنقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الغلال فأنا تصرفون كذلك حقت جنمك ربك عن الذين فسقوا أنهم لا يجبون قل هل من شركاء من يبدأ الخلق ثم يعيده قل إن الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تكفقون قل هل من شركاء من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدام فما لكم كيف تحبون وما يتبع أكثرهم إلا غنام إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليهم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه بين يديه وتفصيل القذاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترام قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استضادهم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأمينه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقب طوالبين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلى من المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي فلكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما نعملون ومنهم من يستمعون إليك أفعند تسمعوا السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينزل إليه أفعند ذهب العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحسرهم أن لم ينبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله فما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عظهم أو نتوفينك فإلينا برجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكن لهم بالرسول فإذا جاء رسولهم قذي بينهم بالقسط فهم لا ينبون ويقولون مدى هذا البعض إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمد أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعدهم ولا يستقدمون قل رأيتم إن أداكم عذابه بيادا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما بقع آمنتم بهم الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا قل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقهم قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجبين ولو أن لكل نفس غلمت ما في الأرض نفتدت به وأسروا الندام تلما رغضوا العذاب وقذ يبينهم بالقسط وهم لا يجلمون ألا إن لله ما في السماوات بل الأرض ألا إن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيب يبيض وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاتهم موعدت من ربكم من ربكم وشباء لما في السدون وهنا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله برحمته فبذلك فن يفرحون هو خير مما يجمعون قل أرأيكم ما أنزل الله لكم من رزق فادعلكم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما أن الذين يفترون على الله يذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشهون وما تقول في شأن وما تدلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيهم وما يعزو عن ربكم من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في إذاب مبين ألا إن أوريا الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتنقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تدريل لقلمات النام ذلك هو الفوز العزيم ولا يحزن قوله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه بالنهار مبصرا إن في ذلك آيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدها سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطانهم بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفثرون على الله الكذب لا يفلحون مداعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعون مرجعهم ثم نلقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفلون واطلوا عليه النبى نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فعلى الله إذا وكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم ثم لا يجب أمركم عليكم هم دنذوا مقذوا إلي ولا ينذرون فإذا من ليذ فما سألتكم من أجل إن أجري إلا عن الله وأمرهم أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك واجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأنظر كيف كان عاطبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعددين ثم بعثنا من بعدهم موسى بهارون إلى فرعون إلى فرعون ومنئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءهم أسحر هذا ولا يفلع الساحلون قالوا إن أجدنا لتلفتنا عما وجدنا عليهم عليه آباء أنا فذكرون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أجدوني بكل ساحل عليهم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا من ذنب القون فلما ألقوا قال موسى ما جدوا به الصحر إن الله سيبتنه إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحفظ الله الحق بقلماته ولو ذكرها المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوفهم من فرعون من فرعون مملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه تبكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله تبكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتكم من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أندبوا أندبوا وآل قومكما بمصر بيودا وجعلوا البيودكم قبلة وأقيموا الصلام وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آذين فرعون فرعون وملأه زيندا وأقوالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اتنس على أموالهم واشتد على قلوبهم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرموا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعمهما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بمني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فرعون وجنوده بغيا وعدبان حتى إذا درتهم الغرق قال آمند أنه لا إله لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل بأن من المسلمين آلان وقد عصيد قبل وكن من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس أن آيادنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيلا ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في ششك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكذاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذنبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقّد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرهم العذاب الأليم فلولا قالت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشرشنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفآن تدكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما قال لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الوجس عن الذين لا يعقلون قل انذروا ماذا في السماوات والأرض وما دغل الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمروا والذين آمروا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في ششك من ديني فلا أعبر الذين تعبرون من دون الله ولكن أعبر الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقمدهك للدين حيفا ولا تكونن من المشربين ولا ندع من دون الله ما لا ينفعك ولا يذرك فإذا فعل ذا فإنك إذا من الظالمين وإن يمسس الله بضر فلا قاشف له إلا هو وإن يردق بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهددي لنفسه ومن غل فإنما يزل عليها وما أنا عليكم بمكيل واتبع ما يوحى إليك مصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام كتاب يحكم الآياته ثم فصلت من لدن حبيب خمير ألا دعموا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم مداعا مداعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤك الذي فضل فضلا وإن من لو فإني أخاف عليهم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسلون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعنون إنه عليم بذادي السلول ترجمة نانسي قنقر